تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء الدانمارك ميتا فريدريكسن تناول تبحث بشأن التطورات العسكرية الجارية في قطاع غزة وقال المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن الجانبين أكداء الخطورة البالغة للموقف وضرورة تجنب توسيع دائرة الصراع لما لذلك من تداعيات إقلامية تهدد الأمن والاستقرار بالأضافة إلى أولوية تحسين الأوضاع الإنسانية بالقطاع هذا وقد أكد الرئيس السيسي أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين مع أهمية الدفع في الوقت الحالي نحو وقف كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة وقد أعربت رئيسة الوزراء الدينماركية عن التقدير الكبير للجهود المصرية الحثيثة المبدولة في هذا الصدد على مختلف الأصعدة التي تكللت بتنظيم قمة القاهرة للسلام في حين شدد السيد الرئيس على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لإصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة وضمان نفذها إلى قطاع غزة وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة